انا بحب اجي المغرب جدا عندي جمهور كبير جدا وفانزي على السوشيال ميديا ما شاء الله عددهم يعني انا افخر انه عندي كتير معجبين بفني من المغرب العربي العلاقة الروحية جميلة جدا انا بحس الاسبيرت عندكم حلو جدا لما باجي خاصة لما بتكون مدينة ساحلية على البحر جميلة جدا بتفكرني ببلد اسكندري اللي هي مسقط رأسي المغرب فيها روح حلوة فيها شي مختلف جمال مختلف حتى انتوا بتبعكم بأكلاتكم مختلفين انا بصراحة مبارحة عجبتني الطرق حاسيت ان فيه تفرف في الطرق ان تصليح غير عيدي حلو جدا وانا اكتر حاجة دايما بتلفت نظري حتى عندنا في مصر يعني دايما اقولهم الله فيه طرق جديدة الله فيه تصليحات حلوة فده اللي دايما بيلفت نظري في اي بلد لما بكون فيها وارجع تاني ارجع لها بلاقي حاجات جديدة انا بمبسط جدا فعجبني مبارحة الطريق الساحلي طويل جدا يعني بيوصل تقريبا من الرباط لكازابلانكا فعجبني جدا الطريق معمول بطريقة حلوة قوي انا بحب الابس القفطان المغربي لانه مريح في اللبس قوي هو مريح وفي نفس الوقت حشما ما بحبش عالي كتير فكمان بيليق علي هو القفطان مش بيليق على اي حد بس انا عندكم في المغرب دايما بيقولولي انه بيليق عليك القفطان والتصميمات بقى الرائعة انتوا مشاء الله يعني بتبديعوا عندكم اكتر من مصممين كتير في المغرب مشاء الله مصممين رائعين بس لانا لبستي لها النهاردة فاطمة الادريسي فاطمة الزهراء الادريسي بقولها تسلم ايديكي وزوئك حلو قوي 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 والالوان اللي هي اخترتها لي كانت جدا يعني موفقة في اختيارها انا اسمها بتستقوى واخدت صدى كبير جدا الحمد لله بتتكلم عن مناهضة العنف ضد المرأة ومناجلس القومي للمرأة في مصر كرمني وشكروني على صفحتهم الرسمية اتكرمت في اكتر من الجهات المختصة بالحماية المرأة والدفع عن حقوق المرأة وما زال يعني بعمل لسه اغاني وبعمل اغنية دي تسمعها عربية انا بتكلم عن الستة العربية بردو بكل صفاتها بجمالها بسبرها بطبعها بعربيتها ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله هو موهبة التلحين عندي من زمان وانا لما عملت الابومي الاول كان فيه اغني اسمها كلم بعجلة راضي خليجية دي انا برضو كنت ملحناها وانا عندي موهبة التلحين يعني مرات بيجيني فكرة لحن بروح مركبة عليه كلام او كلام بيعجبني بروح ملحناه فهي موجودة قريدي عندي بس ما كنتش مطلعها بكتب مرات يعني مطلع اغنية مثلا بتستقوى كانت الفكرة فكرتي والكلمة انا قلت للمؤلف هشام صادق انه عايزة اعمل حاجة اسمها بتستقوى اغنية للست يعني بتتكلم عن العنف ضد المرأة والست اللي بتقول للرجل انت بتستقوى علي لانو انا اضعف منك جسديا فانت بتمارس يعني قوتك العضلية عليك امرأة من هنا جات الفكرة عربية انا برضو فكرتي وبردو لما كلمت مع حسن محمد مؤلف الاغنية وهشام صادق اللي اتنين هو مكتب بين هالحياة برضو قلتوا لما عايزة اتكلم عن السلطة العربية يعني عدت فترة طويلة قوي مهتمش بسوشيال ميديا بس لقيت انه العالم كله مهتم بسوشيال ميديا وانه التواصل مع الفانز بتوعيك ومع محبينك من كل انحاء العالم عبر السوشيال ميديا بيكون فيه بينكم قرب اكتر بتقدري تعرفي رأيهم في اعمالك بتقدري تغطي رأيهم في حاجات كتير كل اخبارك بيعرفوها مثلا التكريم اللي انا في دلوقتي بيشوفوني من خلالك وبعد البرنامج ده حيشوفوني حيشوفوا انا بعمل ايه في المغرب وبتصور لابس ايه بتكرم عن ايه فدايما فيه تواصل في السوشيال ميديا اصبحت شي خطير جدا يعني كنت لسه بنتكلم على الصور انه بس حد بتتصوري فجأة بتلاقي الصورة لو خدها حدا نزلت في كل مكان على جوجل بس بتكتبي بس موضوع خطير بس ما فيناش ان احنا كفنانين نهمل ولازم نهتمل بسوشيال ميديا لا 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 عادي كل واحد حرف رأيه لازم تبيعارف ان مش كل ناس حتسقف لك ولا كل ناس حتقول لك انا بحبك اكيد في بعض الناس ما بيحبوكيش وده الطبيعي والعادي اكيد في بعض الناس لهم رأي مختلف عن الاخرين في ناس بتحبك في ناس ما بتحبكيش في ناس بيعجبها شغلك في ناس ما بيعجبها الشغلك في ناس بتحب تقول رأيها بصراحة في ناس لها وجهة نظر عشان توصلها انت لازم تحتري من كل القراء فانا ما بقيتش بازعل من حد بس اللي بيتخطى حدود الاداب بعمل له بلاك وده حقي بلاك 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 ما بحبش الدوشة بحبش الكلام الكتير ما بحبش السخب بيزعجني مرات بتحتاجي سخب بتحتاجي تسمعي صوت عائل بسمعي موسيقى لكن مش دايما بحب السخب بحب دايما الهدوء بفض فض لربنا سبحانه وتعالى قبل اي حد ما بكون دايما اي حاجة بكلم مباشرة ما فيش عوائق ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل الوقات وفي كل الاماكن ودائما موجود وطبعا من بعد ربنا سبحانه وتعالى ماما ربنا خليها لي ويديها طلط العمر هي اكتر واحدة بتنتص كل يعني همومي مشاكلية مثلا معاناتي في اي حاجة كنت زعلانة كنت فرحانة هي بتشركني دايما كل حياتي امتى اخر مرة بكيت ببكي دايما عادي زي كل البشر ببكي ممكن افرح ابكي على فكرة ممكن افرح ابكي يعني انا بكيت مبارح في الافتتاح المهرجان لما كرموا الفنانة امينة رشيد ام بكيت لانه حاسيت انه الفنان يعني عطاء 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 والعمر بيجري وبياخدوا والبي يدي للفن بيدي من طقته من حياته من صحته وكانت حرام يعني تلعب جات الافتتاح وهي حرام بتمشي يعني بالعفي خدت قلبي الحقيقة مبارح يعني بكيت يعني مبارح الحقيقة فدايما مشاعرك هي اللي بتخلي دموعك مرات يعني تسبقك يعني او تعبر عنك لا لا بوسي حقولك حاجة شو فيه هو التوقع دايما بعيد عني ما بفيش حاجة اسمها توقع انا دايما مسلمة امري لله ما بقولش ده حيحصل وعد اخطط وبعدين ما يحصلش فانصدم انا مش بتاعت الكلام ده خالص انا دايما مسلمة امري لله بعمل الله علي عايش حياتي يوم بيوم انه النهار ده عده الحمد لله شكرا يا رب بكرة ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى بس بسحى من نوم انه اشكر ربنا ان انا قمت من النوم وبسحتي كويسة والحمد لله بخير واهلي بخير لكن التوقعات وانه قعد استنى واخطط ما مش في حياتي جدا الحمد لله لا استحالة الانتحار كفر والشركة بالله عزو بالله ليه انتحار لا عمري عمري لا ده شيء مضحك قوي لا 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 يعني هما اللي بينتحروا بيكون معدهم مش ايمان اساسا كافي بربنا سبحانه وتعالى لانه لو هما مؤمنين بالله هيعرفوا ان حياتهم مش ملكوهم روحهم دي ملك رب العباد ما ينفعش تتصرفوا فيها بعدين اللي عنده امل وثقة بالله دايما هتلاقيه متفائل ودايما هتلاقيه عنده امل ودايما بيقول بكرة اجمال بكرة الحياة حلوة ربنا دايما بيعمل لي كل حاجة كويسة انه حتى لو يعني في السرق وفي الدرق حتى لو حصلت له مشكلة اه تكعبل في حياته او صدفته مشاكل او ما كانش عنده حظ مش لازم يكون متشاهم دايما لازم يقول الحمد لله انه ربنا عمل كده عشان فيها الخير ليا يمكن لو كانت حصل اللي انا عوزها ما كانش يكون كويس فربنا عملي الخير وان شاء الله اللي جاي حلو ان شاء الله ربنا هيعملي كل حاجة كويسة دايما الانسان يكون متفائل دايما هو فكرة وانا زيما نقولتلك الفشل والنجاح دي حاجة بيد ربنا طول ما انت مؤمنة دايما ما تتوقعيش الوحش يعني او ما تستنيش انه تقولي انا خايفة داي فشل انا خايفة كلمة الفشل ما تقوليهاش دايما نخلي كلماتك ايجابية كلماتك حلوة كلماتك فيها تفاعل فيها امل فيها ثقاف رب العالمين انه انا نكحة انا جميلة انا صحتي كويسة انا الحمد لله انا اتمتع بكل شيء جميل ربنا اناعم علي تحرش مابا بنشي قدام حد عشان هيتحرش بيا انا مابا مشيش في الشارع حاضري دي تحرش انه يعني حد بيعكسك بيغزلك اه في غزل كتير طبعا بيغزلوني تقوليه دا الحمد لله انه انه حمد لله ربنا انا عملاي بشكل حلو جميل فكتير انه شكلك جميل شكلك شرقي قوي ملامحك عربية شعرك الاسود الكلام ده كله بزا بعتبرش دا تحرش يعني انه غزل عفيف يعني مقبول لا انا عمري معكس حدنا تقيلة قوي تقيلة جدا لا 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 يعني روح لوحدة اقوله انت جميل مسلم لا لا استحالة لا يمكن محمد رمضان عنده جمهور كبير جدا بيحبه يعني هو اسبت نجاحه مشاء الله وربنا اداله نجاح وعمل اغاني وبعض الناس عجبهم الاغاني دي هو عنده شريحة كبيرة بيحبه ففي بعض الناس بيعترضوا على دا دا دي ارادة ربنا انا بقولهم يا جماعة ربنا اداله حب الناس خلاص يعني لا تسألنا عن السبب يعني دا انا بحب ففي جدا وهي بتحب اني ودايما بنتكلموا عنا بعد بكل خير صورنا مع بعض مسلسلين تلات مسلسلات احنا عاملين مع بعض وتلاتة نجحوا ما شاء الله يعني عندنا كيميا مع بعض احنا الاتنين يعني في بينا كيميا وفي ففي لذيذة قوية انا بحبها قوي الفن اخدني قوي خد وقتي خد حياتي السنين عدت مش فارق يعني معي اذا ربنا اراد انه هو يرزقني باولاد او انه عادي مش فارق معي عندي ولاد اخوية هما بالنسبة لي الدنيا كلها يعني وسعيدة بهم وعمليني نوع من الرضا يعني اشتركوا في القناة